معنا النهاردة في فيلم نمستي لندن بطولة اكشي كومار وكاترينا كيف في بداية الفيلم بنشوف اكشي كومار والاسمه في الفيلم ارجون وهو مسك ايد كاترينا كيف والاسمها في الفيلم جازمت وهي لبسة فستان ابيض وبيوصلها لعريسها لكن معرفناش ايه القصة ومن هنا بدأت الحكاية الحكاية بدأت ان الرجل هندي وهو والد كاترينا كيف انتقل لندن علشان يكون نفسه هناك ورجع الهندي وتجاوز بيبو وسفرت معاه وانجابه طفلة وسموها جازمت وكان والدها دايما يشعر بالحرج من زوجته لان هي سمينة ولا تتحدث اللغة الانتليزية فكان بيبعدها عن المناسبات وظهرها للناس وده خلى الام تشجع بنتها على الاغتلاط بالبريطانيين وان هي تتعامل معاهم وتكون زيهم في كل حاجة في اللبس والكلام وفي كل حاجة وفعلا تحولت جازمت الى جاز شابة جميلة حديثة مظهر زيها زي البريطانيين في كل تصرفاتها في الصهر وفي اللبس وفي كل حاجة هي صديقها الباكستاني عمران واللي كان بيحب واحدة اسمها سوزان وفي يوم والد جازمت شاف بنته وهي في حفلة سكرانة وبترجس مع صحابها حزن جدا وقلقى لهم على والدتها اللي ربطها بطريقة دي وراح لصديقه الباكستاني اللي هو ابنه اسمه عمران وبرده نفس مشكلة جازمت وقال له ان هو قرر ياخد بنته في رحلة للهند ويجوزها هناك غزبا عنها وبالفعل سافروا للهند هي وباباها ومامتها وزاروا المعابد الدينية وهناك عرفها على اكتر من عريس واللي رفضتهم فقرر والدهم ياخدهم ويزور القرية بتاعته يمكن يلاجع حد هناك وفعلا هم رايحين العربية بتاعتهم عطلت وقابلت ارجون وهو اكشي كمار واللي كان ركب على الموتسيكل بتاعه ولي ترقم هو ماشي قالت له تمزح فقط ولا تريد مساعدة الناس فنزلوا وصلح لهم العربية وبعد ما صلح لهم العربية شكروه ومشوا ولما راحوا القرية بتاعتهم جابلوه هناك واول ما وصلوا للقرية كانت جازمة مدايقة جدا من كل حاجة وخاصة النموذ وكانت مدايقة من ارجون ومن تصرفات الروثية ولكن وارد جازمة اول ما شاف ارجون حبه جدا وقرر انه جاوزه البنت وبالفعل اول ما جاله جدام ارجون وافق على طول لانه حبها من النظرة الاولى اما جازمة رفضت رفض تام ان هي تتزوجه وفكرت ان هي تهرأ وبالفعل هربت من البيت ووصلت للمطار واول ما وصلت رنت على صديقها عمران اللي قالها حاجة خلتها ترجع تاني وتكمل الزواج ولما رجعت البيت قالت لارجون ان هي موافقة تتزوجه بس لازم يسافر معها على طول بعد الزواج علشان يتعرف على حياتها وبلدها وهو وافق على طول وبالفعل اتزوجه وسافروا قبل ما يطلع اي ورق قانوني يثبت زواجهم وبعد ما سافروا جات والدة وولد عمران اللي هم اصدقاء لعيلة جازمة علشان يبقى تقولهم بس جاز جالت لهم ان هي ما اتزوجتش وان ما فيش ورق قانوني يثبت زواجها وانها مش بتهمت باللف حوالين النار وانها هتتجوز من حبيبها البريطاني تشارلي والشيء ده صدم ارجون جدا وما كانش مصدق نفسه وده الكلام اللي قاله لها عمران خلاها ترجع تكمل الزواج انها هتكمل الزواج عادي وترجع لندن قبل ما يثبت الزواج في المحكمة وبتروح جازمة علشان تجابل حبيبها البريطاني اللي بيعرض عليها الزواج وبالفعل بتوافق على طول وبيعتذر والد جازمة لارجون على اللي عملته بنته وبيقول له انا كنت غلطان في تربية بنتي وانا اسفة اللي حصل معاك ولما عارف والد عمران ان ابنه كان السبب في اللي حصل راح له وكان فيه عيد ميلاد وراح دربه بالجنم وقال له انت حر في حياتك بس ما تدمرش حياة الناس وقال له انت من النهاردة مش ابني وانا مش عايز اعرفك تاني وبنشوف جازمة هي وحبيبها تشارلي بيحاول يقبلها ولكن هي بترفض اول ما بتشوف ارجون قدامها من الشباب واول ما تدخل البيت بتشوف ارجون قدامها جاعد لسه ما سافرش ويقول لها هو ده حبيبك البريطاني وبتقول له انا اسفة ما كنتش اقصد اعمل كده بس بابا اجبرني على الزواج منك وبتقول له انت لازم تسافر ويقول لها انا مش هسافر غير وانتي معايا لاني حبيتك من النظرة الاولى من اول ما شفتك وبيحصل قزة موقف لهم مع بعض بيخلي نظري جازمة تتغير ناحية ارجون وبتبدأ تحبه من غير متعة وبتجبر جازمة والدها انه يروح يتعرف على عيلة شارلي واللي بيشجعه ارجون على كده وبيقول له انا هكسب قلبها وهفضل موجود ومش هتجوز غيرها ومش هسافر الهندي من غيرها بدأت شارلي يعرف جازمة على عيلته وعمل حفلة خطوبة وهناك بدأ احد اقاربو يسألها عن اصلها ولما عرف ان هي هندية جاعد يقول لها انها دولة فقيرة وفيها كتير من الحمقى والصحرة والكلام ده زعل جاز جدا واللي ما عرفتش ترد عليهم وثابتهم ومشت لكن ارجون كان ملاحظها وعرفهم ما قالولها اين واخدها وخلها تترجم له قدامهم وحكا لهم عن عظمة الهند واني بيها الكتير من العلماء والاطباء واني فيها جيش من اقوى جيوش العالم وخل جاز تترجم له كل اللي هو قاله وفرحت جاز جدا ان هي عرفت ترد عليهم وما فقرتش ازاي هو عرف اللي حكوه وهو مش بيفهم انجلش وبدأت حفلة الخطوبة وكان ارجون حزين جدا ولكنه ما كانش جادر يتكلم وخرج من الحفلة هو حزين جدا ورح له والد جازمت وقال له مش لازم تستسلم وجازها تكون ليك في الاخر وانا وصق في كده وفي لعبة مشهورة في البرد عند البرطنيين هنا قرروا الهنود يلعبوا معاهم ضد شارلي والفريق بتاعه وكان ارجون بيتفرج هو وجازمت ووجع عمران وتصاب ويطلب منه والد جازمت ان هو جيجي يكمل وقال له ان هو هيغلب جايت لو غلبت هفستحك هنا فستحة في لندن ويقرروا فعلا كده وبالفعل فاز ارجون في اللعبة وتغلب فريق شارلي وبعد الماتش وهم بيتعاشوا كانوا فرحلين جدا وبيتحكوا لانهم غلبوا الفريق بتاع شارلي وبالفعل تاني يوم اخذت جازمت ارجون علشان تفسحه في لندن ولما خلصوا اليوم فادل يصور فيها جالت له يصور البلد بتصورني انا ليه جالها لاني ملجيتش اجمل منك هنا علشان اصوره ونشوف عمران صديق جازمت رح يطلب ايه سوزان البنت البريطانية وطلبوا منه اهلها انه هو يسيب دينه ويغير اسمه لامانويل بدل عمران وهو يوافق بالفعل على كلامهم وراح يصلي اخر يوم في الجامع لجي ارجون هناك واللي هو مش مسلم اصلا فجال له انت بتعمل ايه هنا جال له ارجون المفروض انا اسألك انت بتعمل ايه هنا انت مش قررت تسيب دينك علشان واحدة لو هي بتحبك مش هتقول لك كده ولو انت بتحب ربنا مش هتسيبه وتأثر جدا عمران بكلام ارجون وراح لسوزان البنت في حفرة الخطوبة بتاعته واللي كان بتعرفه على اصحابهم باسمه جديد ايمانويل ولكنه رفض وقال لهم عمران انا مش هسيب ديني ولا هغير اسمي ولو بتحبيني كملي معايا زي ما بحبك وراح لارجون اللي اخدوا الولده وصلحهم على بعض هو وسوزان معي وبعدها بيرفد تشارلي ان يروح معها حصة الراكس وبيشاركها في الراكس ارجون اللي بيقول لها جدي ايه وبيحبها وليسا ما فقدش الامل انها تحبه وبعدها بتروح لتشارلي تشوف مكان الفرح والبيت بتاعها واللي بيحاول يعمل معها علاقة وهي بترفض رافت تام وبتصرخ فيه وهو بيصرخ فيها ويسيبها ويمشي وبعدها على طول بتروح لارجون وبتطلب منه ان يطلقها وهو بيقول لها انت مش معترفة اصلا ان انت متجاوزة يبقى ازاي اطلقك جايت له بس انت مؤمن ان انا متجاوزة ومعترف بكده ومسدك كده وبابا كمان مؤمن يبا انت لازم تطلقني وتكلمت معاه بطريقة مش كويسة وثبته ومشيت وباللي سمعته هو بيتكلم مع اهله بيحكي لهم اني جاز بتحبه جدا وانه مبسوط جدا هنا وبعد ما جفن معاهم جاعد يبكي وراحت لي واعتزرت له وهو قال لها تعالي نرجس اخر مرة مع بعض وفعلا رجست معاه وهي ما بترجس جايت له انت طيب جدا واتمنى ليك حياة سعيدة وفي يوم الفرح ما حدش منهم جدير ينام ويوم الفرح الصبح راح ارجن عشان يدور على والد جازمت علشان يمسك العروسة ويوديها للعريس ولكن ما الجهوش وفي الاخر ليجيه في بار ساكران ومش جادر يتحرك فرح هو لجازمت وكان بدور والدها ومسك ايديها ووديها لعند العريس واول ما دخلت اجاز الكنيسة جدام تشارلي جاعد يكلمهم بالانجليش وقال لهم اوعى تأذيها في يوم من الايام وتفاجأت هي ان هو بيتكلم انجليش بطريقة زي وزي البريطانيين وهو كان عامل نفس ما بيعرفش يتكلم انجليش نهائيا وسبهم ومشي بعد ما قال لهم الف مبروك واول ما بدأ القص بالاكليل وبدأ يسألها هل انت موافقة على تشارلي وكفت كده مش جادر تنطبه في الاخر قالت نو وثابت العريس وجريت وجري وراها تشارلي وجري وراها المعازيم وجري وراها باباها وفرح جدا جدا ووصلت في الاخر لارجم اتمنى في اخر الفيلم ان يكون الفيلم عجبكم ولو عجبكم ما تنسنش في اللايك رجاءا وقلولي نفسكم اتكلم عن فيلم مين المرة جاية باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر